تقس مستقر ومشمس وأجواء باردة نسبياً في ساعات النهار ورياح جنوبية الشرقية معتدلة السرعة وتفاصيل هذه النشرة بعد هذا الفاصل شاهد الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أعزائنا المتابعين تقس العرب أصعد الله مساءكم من المتوقع أن يطرأ ارتفاع مضاف على درجات الحرارة خلال يوم الغد يوم الأربعاء لتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها من 3 إلى 4 درجات مئوية نسبة لمثل هذا الوقت من العام وكما نشاهد هنا من خلائق درجات الحرارة من المتوقع بمشيئة الله أن تكون الأجواء بالدة نسبيا في ساعات النهار الأجواء تكون مستقرة ومشمسة في كافة المناطق وقد تكون هناك رياح نشطة في بعض الأحيان أما فيما يخص الرياح وتحديدا في المناطق الجنوبية من المتوقع أن تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا وتزيد الشعور بالبرودة أما فيما يخص هذه الليلة وساعات الليل من المتوقع بمشيئة الله أن تكون الأجواء بالدة في معظم المناطق وشديدة البرودة في المرتفعات الجنوبية وهناك احتمال لتشكل السقيع في ساعات المساء أما في العاصمة عمان فالأجواء تكون صافية درجة الحرارة تصل إلى 7 درجات وسرعة الرياح تصل إلى 5 كيلومترات في الساعة في ثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان الأجواء مشمسة تتراوح درجات الحرارة ما بين 14 إلى 15 درجة مئوية في ساعات النهار وفي ساعات الليل من 7 إلى 8 درجات في العاصمة عمان أما في باقي مناطق المملكة ونبدأها شمالا من إربت في يوم الغد يوم الغد من 17 إلى 10 درجات في المفرق من 15 إلى 6 درجات في جرش من 17 إلى 9 درجات وفي عجلون من 16 إلى 9 درجات مئوية ننتقل إلى المناطق الوسطى ونبدأها في العاصمة عمان 14 إلى 7 درجات في الزرقاء من 17 إلى 7 درجات في البلقاء من 15 إلى 9 درجات في مادبة من 14 إلى 7 درجات وفي البحر الميت من 22 إلى 15 درجة مئوية جنوبا في الكرك من 15 إلى 8 درجات في الطفيلة من 13 إلى 8 درجات في معان من 14 إلى 4 درجات في جبال الشراء من 11 إلى 5 درجات وأجواء لطيفة في العقبة من 24 إلى 14 درجة مئوية في ساحات المساء في الرويشد من 16 إلى 4 درجات في الصفاوي من 16 إلى 3 درجات وأخيرا في الأزرق من 17 إلى 5 درجات مئوية كانت هذه أبرز المعلومات والدة لدينا هنا في مركز طقس العرب إلى أن نلتقي في نشرات قادمة تمتم في أمان الله المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري